بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم آمين يقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم كل عام حضرتكم بألف خير وسلامة وصحة وعافية وستر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وإياكم من الرابحين في هذا الشهر المبارك الكريم جواهر المعاني هذا العام اللي هنعيشها مع حضرتكم في شهر رمضان حول آيات الدعاء في القرآن الكريم آية جوهرة اليوم في هذه الحلقة الافتتاحية وردت في قلب سياق آيات الصيام يعني آيات الصيام اللي جات في سورة البقرة جاءت في قلبها هذه الآية المباركة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان والحقيقة أن تأتي هذه الآية في قلب آيات اللي جاءت توضح فرضية الصيام وأحكام الصيام والحديث عن شهر رمضان المبارك الذي أمزل فيه القرآن ده في إشارة مهمة للاكتهاد في عبادة الدعاء في هذا الشهر المبارك الدعاء من أكبر أبواب الخير التي متى طرقت فتحت الله تعالى كريم الله تعالى كريم إذا دعي أجاب وإذا سؤل أعطى سبحانه وتعالى يمنح يمنح ولا يمنع إلا لحكمة حتى وإلا مندرك هذه الحكمة بعقولنا القاصرة لأن مهما كان علمنا فعلمنا محدود قليل وقصير وعلم الله تعالى عظيم واسع شامل بلا حدود لما عرف كده وافهم كده كويس حفهم إن المنع من الله للعباد عين العطاء لما حفهم أن الله الحكيم العليم هو الذي يصرف للعباد وفق حكمته وعلمه جل جلال الله حفهم إن منع الله عطاء بل عين العطاء المرء مأجور على كل حال فينبغي علينا لزوم هذا الباب العظيم باب الدعاء فهو فعل الأنبياء والصالحين وعباد الله تعالى المتقين لكن ينبغي علينا إن إحنا نفهم فقه الدعاء ونفهم من فقه الدعاء إن فلسفة الدعاء في شريعة الإسلام أيما على إن الهدف من الدعاء ليس في حصول الحاجات فقط يعني إيه ليس في حصول الحاجات فقط يعني أنا لي دعوات معينة أتوجه إلى الله تعالى الكريم فأسأله من خير الدنيا والآخرة ما يكونش همي وقصدي من الدعاء إجابة الأدعية اللي أنا أعيزها فقط لا أيوا أنا بسأل الله سبحانه وتعالى الغني لا مانع لكن ما يكونش همي من الدعاء إن أخذ الطلب بتاعي فقط لكن يكون همي أني أتحقق يتحقق العبد في مقام العبودية لله بالخشوع والخضوع لله تعالى الدائم مهما يحصل في الدنيا مهما تموج بيأ الأقدار في هذه الحياة الدنيا يتحقق القلب الضارع لمولاه جل في علاه بالتعلق به وحده سبحانه وتعالى ويعرف العبد إنه الدعاء في الرخاء والشدة هو في ذاته عبادة إن أنا كن بس على طول مع الله قلبي معلق بي خاضع بين إيديه وإني أعرف إنه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من صره أن يستجيب الله له في الشدائد والقرب فليكسر الدعاء في الرخاء أكون أنا ملازم لهذه العبادة ملازم لهذه العبادة دائما أبدا وقت الرخاء اللي أنا فيه وقت السعادة وقت استقرار الأحوال عشان لما أدعو الله تعالى في أوقات الشدائد ده بيصرع إجابة الدعاء ليه؟ لإن أنا متجرد دائما أبدا لهذه العبادة مش معلق قلبي بإنه فقط أنا عايز الحاجة فأنا عايز الحاجة دي تيجي وفاق مع إن العبادة أوسع من كده عبادة الدعاء لإن الدعاء بحد ذاته يعني عبادة مجردة يعني هو مجرد عبادة مطلوبة مش بس سؤال القضاء والحاجات ده موجود طبعا من ضمن يندرك تحت عبادة الدعاء لكن في حد ذاتها الخضوع والخشوع والتزلل بين يدي الله عز وجل قمة العبادة لإن سعيتها أنت عرفت أنك عبد فقير محتاج والله غني لا إله إلا هو وعبادة الدعاء ليها أجر ثواب عند الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث الشريف الدعاء هو العبادة النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا أن الدعاء هو العبادة ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى وقال ربكم وقال ربكم دعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله ذكر أن العبادة الدعاء ويعني سبحانه وتعالى يعني نوحده لأنه لا إله إلا هو وكذلك إذا احتجنا وإذا سألنا فإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله فأنت موحد تعلم أنه لابد من اللجوء إليه في كل صغيرة وكبيرة وعشان كده سدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام روية الكثير والكثير من الروايات اللي بتعلمنا أدعية النبعي الصلاة والسلام أول ما يصحى وقبل ما يأكل وقبل ما يدخل إلى المرحاض أعزكم الله وإذا لبس الجديد وإذا خرج من بيته وإذا أنهى بدأ طعام وإذا أنهى الطعام وإذا أرد أن يتصدق كل لحظة من لحظات النبي ذكر ودعاء فنلتزم هذا الباب العظيم وهذه الآية الكريمة وإذا سألك عبادي عني والآية الأخرى يعني وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الله سبحانه وتعالى أمر بالدعاء ووعد بالإجابة لكن في سؤال مهم أو السؤال اللي خلينا نقول بيطرح نفسه دايما ليه أحيانا الإنسان بيتساءل ويقول أنا كتير بدعي بحاجة معينة بدعي بها كتير بشيء معين لكن ما بيحصلش ولئن الإنسان بيلاقي الحاجة ما بتحصلش يقوم سايب الدعاء والدعاء والدعاء بمجرده عبادة يؤجر الإنسان عليها أقول الشيء أنت بتقول أن أنا بدعو الله سبحانه وتعالى بأشياء معينة أو بشيء معين ولا يجاب الدعاء ده أنت اللي بتقول كده لأن إجابة الدعاء ليها ثلاث صور إحنا بس حصرناها في صورة واحدة فقط هي تحقيق المطلوب اللي أنا عايزه أو اللي أنا سألت الله أنه أنا عايز الحاجة الفلانية أو عايز الشيء كذا ولما ما تحققش اعتبرت أن الدعاء لم يجاب لا إجابة الدعاء لها ثلاث أحوال أنت دعيت ربنا بشيء معين إما ربنا في الدنيا سبحانه وتعالى يحقق للإنسان ما يريد أو ما طلب دي حالة دي صورة الصورة التانية إما أن ربنا سبحانه وتعالى يدخر لهذا الذي يدعو ربه أجر وثواب هذا الدعاء يدخر له ده ثواب وأجر عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة ما احنا قلنا أن الدعاء يعني بمجرده عبادة أي الإنسان بقى بيسأل الله من خير أي الدنيا والآخرة أعطاك الله ما تريد في الدنيا أو لم يعطيك ويعطيك الصورة التانية الثواب على هذه العبادة في الآخرة وعلى قدر الإخلاص بيكون مضاعفة الأجر والثواب الصورة التالتة في مسألة إجابة دعاء الداعي أن يدفع عنه المولى سبحانه وتعالى شر كان حيحصل له في الدنيا يبقى أنا لي تلت صور في إجابة الدعاء إحنا حصرينها في حاجة واحدة بس في الصورة واحدة بس أنا سألت الله شيء معين فلم يجب الدعاء لا صحح مفهومك في فقه الدعاء كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام وكما بيّن سيدنا صلى الله عليه وسلم هذا الأمر في الحديث الشريف قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها بها يعني بالدعاء الذي دعا به مولاه والدعاء ده شرط لا في إثم ما بتدعوش بإثم ولا بمعصية ولا بقطيع ترحم زي ما بنشوف بعض الناس النبي عيسى والسلام علمنا إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن تعجل له دعوته يعني يصرف للإنسان ما كان يطلبه في دعاء فربنا يجيب الدعاء ويديله اللي عايزه ده في الدنيا وإما إن ربنا سبحانه وتعالى يدخرها له يعني يدخر السواب بتحله في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها إنه في شيء وحش كان حيحصل لك ببركة دعائك لمولاك صرف عنك هذا السوء وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أهم حاجة إن العقول تفهم وتدرك حكمة الحكيم سبحانه وتعالى الله الحكيم الله العليم الله الخبير الله الرحيم عرفت أنا ده تحققت في هذه المعاني يطمئن قلبي ويسكن ويهدأ مهما تعصف بيه الامتحانات والابتلاءات وتنفعل بيه وتتعب وتتأثر وما أنت لازم عشان تؤجر لكن إنت عارف إنه اللي بيصرف لك المقادير الله الرحيم الله الحليم الله العليم الحي القيوم فتسكن وفي حكمة جميلة تسكن يعني مهما أنت استمر على عبادة الدعاء صرف لك ما تريد أو لم يصرف لك ما تريد فهناك ثلاث صور لإجابة الدعاء وفي حكمة جميلة جدا لسيد بن عطاء الله رحمه الله بيقول فيها لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك يعني أنت عمال بتطلب 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 بتسأل الله سبحانه وتعالى وبتلح في الدعاء بتاعك بأشياء معينة مثلا فما يكنش تأخر أمد العطاء وصرف ليك الحاجات اللي أنت عايزها يكون موجب أو يخليك تيأس من رحمة الله لأن الإياس من رحمة اللدم ده من القنوط الواحد كده ما يقنطش لا يقنط من رحمة اليأس ومن الكبائر فلا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك فهو إنما أي المولى فهو سبحانه وتعالى إنما ضمن لك الإجابة فيما يختار لك لا فيما تختاره لنفسك هو اللي بيختار لك الصالح وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد معنى كده إن تأخر الإجابة مش معناه إن الدعاء لم يقبل من الداعي ومش معناه إن الإنسان ييأس ومش معناه إن الإنسان يترك الدعاء أبدا ينبغي على الإنسان أن يستمر في الدعاء بل ويكسر مع الإلحاح كما ورد في الحديث الشريف إن الله يحب الملحين في الدعاء ولازم نكون عارفين إن ربنا سبحانه وتعالى بحكمته وبعلمه العظيم يصرف من الأقدار لنا ما فيه الخير لينا يعطينا الأصلح حتى من اللي بنختاره لنفسنا وده من رحمة رب العباد بالعباد يعني ممكن الواحد مننا يكون متعلق بشيء وبيحب حاجة معينة والشيء اللي أنت بتحبه ده ده فيه الشر بس أنت مش عارف عشان علمك محدود لكن صاحب العلم الواسع العليم جل جلال الله الليسي ليس لعلمه حدود يعلم من اللي أنت بتدعي به ده وتدعو الله به فيه شر لك فيصرفه عنك أو أحيانا الإنسان بيكون بيكره حاجة جداً وعايز بقى يعني متدايق ومتضجر ويائس وبتكره الحاجة دي وتكون الحاجة اللي أنت فيها دي سبب تكون في امتحان شديد وصعب وشايفه النتقيل وهو كي بهذا الثقل الذي تراه العيون أو تستدقل النفس لكن جاي معاه مدد الله الخاص اللي ما بيجيش إلا للصابرين فيشدد الامتحان والابتلاء ويفتح معاه باب عطاء خاص ما بيكونش إلا للصابرين كما قال المولى سبحانه وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون في ختم فقرة الجواهر وفي أول حلقاتنا نقول ونذكر أنفسنا والسادة المشاهدين الكرام أن الله تعالى هو العليم الخبير الحكيم علام الغيوب علم سبحانه وتعالى محيط شامل لكل شيء هو سبحانه وتعالى علم بخلقه وعباده يعلم أن لنا سبحانه يعلم أن لنا حوائج لا تقضى إلا بأمره يعلم أن لنا رغائب سبحانه وتعالى يعلم أن لنا رغائب لا تنال إلا بفضله فهو الله الغني فهو الله الغني فهو الله الغني ونحن الفقراء إليه وقد جعل سبحانه وتعالى جعل لكل شيء بابا وجعل بابه الدعاء فمن لزمه بيقين وحسن ظن بمولاه وتضرع وخشوع وتذلل بأنني العبد والأمة الفقيرة إليك يا الله وأنت الغني فتح له هذا الباب وحصل وحصل كل مطلوب ونال كل خير فإنه لا ملجأ من الله إلا إليه لا ملجأ من الله إلا إليه فهو الله الحكيم الحي القيوم